اشتركوا في القناة اه طبعا طبيعي اه فاحنا طبيعي ان احنا نغضب ليش عشان انت هتعلمنا ونغضبش معناه ان انت اعمرك ونهتخذ بش الطبيعي ان احنا نغضب ولكن الطبيعي ان احنا نفضل في محاولات لان انا اسيطر عالغضب ده في البداية على فكرة بتبقى اسيطر عالغضب وبعد كده بتبقى روائان وعدم غضب أصلا يعني انت مش هتغضب وتسيطر لا معا كده أصلا مش هتغضب لما تفهم الليلا ماشي يا زيديا بيقول ايه بس قمت نحس ان الغضب ده بقى زاد عن حده وخلاص ما بقاش طبيعي لما يبقى طبعا كتير بس بصي الغضب هو أقصى مشاعر فعالية جديدة فأنا لما لقيه بقى جديد أو يبدأ يطلع منه سلوكيات أنا مش متحكم فيها طبعا ده معناه أنه بقى جديد لأن الغضب مشكلته أنه بيخلي العقل الوعي يتلغي والعقل اللي هو هو اللي بيتحرك فكل اللي متسجل في العقل اللي هو واعي بيطلع عشان كنت بيقوله كله إنائم بما فيه ينضع لأن اللي انت بتحاول تتجمل فيه بيختفي عند الغضب بس هل هو ده الشرط؟ يعني لو أنا مثلا من النوع اللي هو مهما كنت في خناقة أو قافش بحكم العقل فيبقى أنا ما بغضق مش غضبان ولا؟ ما هو أنا ما هيدي اللي بتكلمش بقى هو الأول خلينا نتكلم في الغضب وأضراره ايه وبعدك أنا نتكلم ازاي؟ بعدك أنا نعمل نبقى ليقين في تحقيق أهدف أرجوك أعزب قرية الغضب أولا هي مشاعر مهمة جدا ربنا موضعها جوانا علشان تخليك تستفز لفعل شيء تمام؟ ولكن المقصود بالغضب منهي عنه هو الغضب الشديد إن أنا المشاعر الأوفر قوي من الانفعال والغضب منهي عنه في كل الديانات على فكرة وخلي بقى لك إن لما يتم الناهي على الغضب معناها إن أنا أنهى عن مشاعر الغضب تحت أي مبرر لا تقولي مبرر مادي ولا معنوي ولا ديني لأن في بعض الناس للأسف بيقوموا فتحين سكة كده ويقولك أنا بغضب لله لا يا حبيبي الغضب منهي عنه سواء للشيطان ولا للربنا منهي عنه معايا دي حتة مهمة وهذه آيات من القرآن بتبين ده خلاص الغضب كغضب كمشاعر منهي عنه إنك تحاول ترجمها وتجتمها تمام اللي أنا أقصده بقى الناس اللي بتقولك لا إذا أنا بغضب عشان ربنا بيستحل نفسه الغضب فتلاقي مثلا شاف واحد بيعمل حق غلط قال إيه بقى بيغضب فيبدأ بيه يضربه طبعا أنت بتعلم المصيبة أساسا أنت مش من حقك تعمل كده أصلا وبالتالي شوفوا عندنا الديانات السماية كلمت عن الغضب على فكرة كلها وكلهم نهوا عن الغضب ولو خدنا القرآن كمثال مثلا هتلاقي الغضب ذكر في القرآن في موضعين أو في قصتين يمكن أربع أو خمس آيات بس في قصتين قصة غضب سيدنا يونس وقصة غضب سيدنا موسى والتنين أنبياء لم يذكر غضب في القرآن اللي على الاتنين دول بس في غضب لله ربنا بيغضب شهد الغضب لكن الاتنين بشر ده سيدنا موسى وسيدنا يونس إيه اللي حصل بقى لما غضبوا لله طلعت سلوكيات سلبية ربنا حاسبهم عليها لما سيدنا يونس أيوة بيادعي قومه فقومه ما استجابوش فغضب لله فسب الدعوة ومشي فربنا جعل الحوت يلتخمه لو أنا قلت لك كده يا عادل تخيل لو أحمد عمرنا مسك المصحف ونا ما في الأرض ده سلوك عامل إزاي طيب سيدنا موسى لما رجع لقى قومه بيعبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه إذن ربنا بيعلمنا إحنا في علم نفسي قول الغضب بيخلي السلوكات يعني الواحد بيطلع سلوكيات مش صحيحة وبالتالي ربنا علمنا في قصتين للأنبياء إن إحنا نتعلم من الغضب ده فلما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها خدنا ورحمة العالمين معايا لما بدأ يهدى بدأ يتعامل مع الناس بالسلوكيات الصح وبالتعليم الدنيا الصحيحة وبالتالي إذن نفهم بقى أننا أي موقف مهما يحصل مش من الغلط أننا أتأغضب أو أتنرف أي بس يا دكتور في ناس كتير جدا طيب تفضلي تسألي لا خلاص أولا طيب ليه أغضب بقى دي حتة مهمة لازم أعرفها عشان أقدر أتحكم في الغضب دايماً اللي بيغضب بيبقى الهدف اللي في ذهنه يعاقب يعاقب بينسى الهدف بيعايز يعاقب يعني بيخلي العقاب هدف مش النتيجة اللي هو عايزها هدف معايا بتلاقيه متعمد عاوز يا إما يشد على قدامه يا إما عاوز يسمع كلامي فاتطر يعاقب وشد عليه علشان زي الأم لو مثلا بنتقع قاعد كاركالية على السجادة فتقوم واخدائها عاملالها مثلا أو تضربها أو تحبسها بدأ متخليها تيه وتمسح مثلا مثلا لو أنا عشان كده بقول بقى عندك ده أي موقف يحصل أقف وفكر النتيجة اللي أنت عاوز توصل لها إيه وإزاي تخلي اللي قدامك يعملها وهو مبسوط بس هتنسف الغضب من حياتك بس سهل الكلام بس ما حتىك تدريب هاي بس إزاي اللي قدامه يتقابل لحديك بالنسبة مثلا أنا عايز اللي قدامه يعمل اللي أنا عايزاه من غير مغضب عليه بس إزاي هو يتقابل ده ويعمل اللي أنا عايزاه من حاضر هولا دلوقتي يبقى أنا عشان أغضب نعم سلطوية وفوطي ما لاتلك يعمل اللي أنا عايزاه أولا عشان ما أغضبش لازم أكون فهم أساسيات حقوق الإنسان إيه هي أساسيات حقوق الإنسان إن من حقي أطلب منك طلب ومن حقي ما تعملهوش ده أول حاجة عشان توقف لغضب فده يبقى مقبول ده لازم تفهمه إن أنا من حقي أطلب من عادل يعمل حاجة ومن حقي عادل ما عاملهاش وأنت ما تزعلش وأنا ما زعلش الغضب بيحصل لما لقي اللي قدامي عمل حاجة عكس اللي أقولت له عليها طب أنت ما نحقه إيه مشكلة أيها بس حالك ده بتقول ده طلب ثانية واحدة بقى مش حاجة خناقة مثلا مش حاجة هو عملها غلط أيها كان لازم أكون مدرك وفاهم إن أنا من حقي أطلب ومن حقه يرفض لما أنا لقيه رفض أكيد هو عنده معلومات خلته يرفض أنا بقى أناقش المعلومات دي عشان أشوف برضو يوافق وإذا لأ لأن ما فيش إنسان مصخر على إنسان يعني حتى شوفي ربنا قال لسيدنا محمد في القرآن قال سيدنا محمد اللي هو موكل بأنه هو يبلغ الناس الدين قال له إيه وذكر إنما أنت مذكر ما عليك أنك تفكرهم بس لست عليهم بمسيطر يبقى إذن اللي بيغضب عاوز يسيطر أنا عندي رأي وإنتي عندك رأي فأنتي لقيت رأيك مخالف ليه فغضبت ليه أنا عاوزك سمع كلامي لا فدايما اللي عاوز يسيطر بيغضب يبقى أنا أولا عشان أنسف الغضب من حياتي خالص لازم أعرف إن أنا من حق الأدامي ورفض ده حقه حقه الشرعي يعني إيه حقه الشرعي يعني ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا أعرف إن الكفر غلط وأقول له يا حبيبي غلط بس برضو هو من حقه من حقه يؤمن حقه يكفر دوري أعرفه صح أنه يؤمن أكفر هو حر أقول له خلي بالك ربنا لا يعزبك وسيب وامشي من غير مغضب أصنع أغضب ليه الغضب حساب دي جزئية الجزئية الثانية إن أنا لما رأي له قدامي مثلا بيعمل موقف عكس اللي أنا عاوزه دي حتة مهمة بقى لازم أفكر إيه النية اللي في دماغه اللي خلته يعمل الموقف ده لا أسيق النية أنا ما كنت لسه أقولك أنا ممكن أن أعطيك تخيل بقى إنه عايز أيوة نفس إحنا مشكلتنا هديك المثال ودي حتة هقولها لو خدنا بالنا منها هنهدى جدا البلطاجي أولا كون إن إحنا سميناه بلطاجي ده غلط أساسا عشان تبعا عارفين يعني ده حكم لو شفنا بقى من منظور نفسي البلطاجي بيعمل كده ليه؟ أولا عشان عاوز فلوس خلاص ولو طرع لحد بسلاح مثلا هدده يبقى معناها إنه عاوز الشخص ده يحترمه عشان تبعا فيها دينيته دينية مش يسترقه لا ركزي معايا بقى نية البلطاجي لو وقف واحد في الشارع أولا نيته ياخد فلوس ودينية إيجابية اتنين نيته يحترمه ودينية إيجابية بس بيسلك سلوك سلبي لتحقيقها ركزي في حيط الخطيرة دي بيسلك سلوك سلبي لتحقيق النية دي لو أنا تعملت معاه وقلت له على فكرة من حقك تاخد فلوس ومن حقك تحترم بس السلوك اللي بتعمله ده مش صح هتلاقي دينية باية هدية وهيتناقش معايا معايا إنت قدرته كده لكن الدينية بتولع إمتى لما ببدأ أقوله لك مش من حقك أصلا تعمل كده وعطاك الدكتور ده تريند تهلم النفس إن أنت ما تقولش إن أحمد عمارة وحش لأحمد عمارة بيعمل حجة يعمل حجة يعمل الفعل عشان كده دي برضو من المتلاتة بقى من التحكم في الغضب إن أنا أفرق ما بين الفعل والفاعل أنا أقول العمل اللي أنت عملته ده غلط بس أنت إنسان محترم كل الناس محترم على فكرة كل الناس على وجه الأرض محترمة ويجب أن تحترم لأن اللي قلنا كده ربنا ولقد كرمنا بني آدم أي حد بيهين بني آدم معناها أنه بيعمل حاجة عكسة ربنا عاوزها معايا وبيهين بني آدم ربنا كرمه يبقى أنا لما أفهم كده هبدأ بهدوء بقى خليه أديني مثال بقى كده على الغضب وأنا هقولك بقى ويف خطها تشهده مثلا مثال لو مثلا أنا بلاي ابني أو بنتي عاملين بيغلطوا نفس الغلط وبيكرروا وأنا مثلا أعدت من الأول طب بقى لا أعملش لا أعملش كده مش عادي فبيوصلني العارف لمراحل لا لازم أغضب في الآخر أتعامل إزاي بقى في الآخر لازم يكون في الآخر حاجة من دول طب لو نسفنا دول وغيرناهم وقلنا هو صغير مش فاهم وأكيد اللي أنا عملته معاه كان غلط فعشان كده ما أتعلمش فأنا لازم أفكر في طريقة تانية أتعلمه هبدأ بمثال هدوء أتعامل معاه صح يعني هديكي مسألة على أطفال لو أم دخلت لطفل لقيته مسك حلة وكباية تاك تاك تين تين تاك 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 دا العادي خلاص بعاني والله مازي ركزي معي وفسرت اللي هو بيعمله أنه أعيه الأدب وبيعايز يعمل دوشة وشأي هتنفعل لكن لو قالت ابني عبقري وعرفيكا دي عبقري عند الأطفال وعمال يجرب صوت الحديد مع صوت النحاس مع صوت البلاط مع صوت السراميك مع صوت السجاد وبيعمل على السجاد اللي هي الصوت بقى مختلف بيكتشف بيعمل في الأرض اللي هي الصوت اختلف يخبط في الأرض اللي هي اختلف طيب بيرمي حاجات مش باكم بلكونة بيخبط بيكتشف كله بيكتشف الطفل لغاية سن ثلاث سنين يعمل يكتشف سلوكيات الأب والأم مش هدين خوش على طبيعة أطفال الموضوع كبير فأنا أصده بمجرد بس ما أغير تفسيري لنية بتاعته هرتاح وهعرف أتعامل معه صح أنا نيتي عشان كده بقول لو بعدت عن العقاب وبعدت عن الإجبار ههدى وهبدأ أستخدم أسلوب هو يحبه للوصول اللي أنا عاوزه فهمت يا أصودي اه فهمت تشكيلة لذيذة أولا لا أعاقب ثانيا لا أعنف ثالثا لا أكبر ولكن أفكر في فكرة تخلي لقدامي يوصل للهدف بطريقة هو يحبه حسنا نشوف برضو تلفونات اللي معانا إي قرام في الموادوه ده معانا مونة ألوه إزايك يا مونة الحمد لله عندك كم سنة الحمد لله حيث عمر 18 تفضلي الدكتور معاك يا مونة أي دكتور أحمد إزاي حضرتك الحمد لله أهلا بيكي أنا بشي صدقنا أنا كلمت حضرتك لإني بجد أنا فتلح حضرتك وفرحانك جدا ياريت يبقى فيه لنك اثنين أغروسي نفسك بقى تفضلي وفنحليك حضرتك أنا كنت فتلح حضرتك عشان كنت عايز أعرف أنا بغضب بسرعة وعلى طول بزعل يعني أنا عصبية طبق احكي لي موقف أنت تنرفستي فيه أو غضبتي فيه جدا عمدل هو تبقى كلها مواقف تفهمت تستهلش احكي لي موقف يا مونة احكي لي موقف احكينا آخر مرة احكينا آخر مرة أفاشت فيها جامد جدا كانت قمت وكان إيه السبب؟ أنا يعني مع ماما على طول بقى يعني بتنرفز كده حتى على ماما ما بقى يعني ما بقى أنا أول ما بتنرفز ما بحثش بنفسي مونة مونة بقولك احكي لي موقف ماما عملت إيه؟ أمتنتي عامل إيه؟ حتى من أصل موقف تفهم تبقولي شوفي تمكسوف منها إزاي تبقولي قولي ما تكسفش الدكتور عايز أسمع الحاجات بي قولي ماما عملت كذا أو قالتلي كذا قمت أنا ساعتها عاملة كذا يلا ماتكسفش يا مونة ماتكسفش يا مونة أحكينا كلما واكس تفهم وتستهلت إن أنا أقولها بس أنا أقولي خضرتك إن أنا أما بعرفت تتحكم في نفسي خوالي خلاص ماذا؟ طب أقولك حاجة حلوة أي غماضي عينك كده بعد إذنك خوالي واسترجعي الموقف اللي حصل من ماما تاني من غير ما تقوليه وشوفي نفسك هادية ساعتها وبتتصرفي تصرف كنفسك تعمليه معايا؟ شوفي الموق اللي تهولك ساعتها وشوفي نفسك في خيالك هادية وبتتصرفي معها زي ما ربنا عاوز زي ما ربنا أمرنا هتلاقي نفسك تنرفيستي صح؟ صح؟ لا ما تنرفيستي ليه؟ بس حظة يعني ما تنرفيستي سعمتها بس حظة إن أنا كنت عملت إن الحاجة الإيجابية كنت أبقى أحسن طيب لأن أنا نفسي أبقى أحسن حاضر هقولك بقى بالتفصيل لما نكلم في التنميليات العملية إزاي تعملي تدريبات معينة عشان تبقي هادية إن شاء الله بعد كده برسي يا مورث همي أقولك التدريبات دي معنا النورهان ألوه؟ نورهان فضل لا نورهان فضل أخيريا طب نخش على بداية التدريبات العملية نخش على تدريبات العملية الغضب من أهم مميزاته مميزاته على فكرة مميزاته العيوب مميزاته لا الدكتور أحمد لازم نجيب مميزاته أيبا حتى الغضب يوم اليامة فيها كلها من مميزاته إن أنا عند الغضب العقل الواعي بيغيب واللاواعي هو اللي بيقود بيسيطر فلو أنا حطيت اللي أنا عاوزه يحصل أثناء الغضب في اللواعي هيحصل حتى لو كنت غضبان يعني هدي مثال لو أنا عندي قناعة من جوايا في اللواعي كده إن أنا مستحيل أطلق مراتي لو السمن طبقت على الأرض آخر حاجة فكر فيها الطلاق كويس؟ ما جيش أقول بقى لما تنرفست طلقت لا إنت لما تنرفست برضو العقل اللواعي لا يمكن هيطلع طلاق معايا؟ يعني هو بيبقى من جوا عايز يطلق أصلا؟ يعني من جوا حطه حطت أوبشن ده لو عملت كذا طلقها ثورا ده لو عملك علي الطلاق لو عملت كذا لها طلق معايا فيبدأ يحط الطلاق احتمال صح فيبدأ لما العقل الواعي يغيب يقوم من العقل اللواعي يطلع طلع طلع الوردر اللي كنت إنها مهمة جدا إلا أزم ماليش سوري أنا هقطعك لعنكمل معنا برضو تليفون من جيهان فهناخد جيهان وهنكمل الخطوة وخطوة كده قادر أيو جيهان أيوة أيوة دكتور معاك يتفضالي سعيد خيش سعيد خيش سعيد خيش سعيد خيش أهلا بيكي أنا كنت عايزة أسأل دكتور أحمد شك يا دكتور الحمدولي أهلا بيكي تفضالي أنا يعني لما بيحصل أي موقف بغضب جدا بس ما يعني ما بظهرش أي رد فعل بس بعد يومين أو ثلاثة بحيث إن أنا لأ أنا اللي خليني ما تصرفتش أيوة حيث إن أنا وقفت كده مش عايزة حاسة إن أنا لو حعمل حاجة غلط لو تصرفت في الموقف ده طبع كده بيأثر علي بحيث إن رأك المفروض بيخليك تضيعي تضيع حياتك كتير هاولي شكرا جيان شكرا جيان مع أنا كمان إيمان ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته فضالي يا إيمان ممكنك أيام الدكتور؟ أكيد فضالي ماكي سأسمع يا دكتور أنا بس هخرج عن موضوع الحلقة عشان دي حاجة كتير بتحصل فضالي فضالي أنا من أول بتكلم مع نفس كتير مش عارفة ده صح ولا غلص بتقولي إيه؟ فأي موضوع موضوع حلو إيه وحي خلي بالك أنا ممكن أكون دلوقتي متنرفز مع حد وقاعد في البيت لوحدي وقولي كان لازم تدينه كانش ينفع كلام ده يعني بس لو كان سمع كلامي هقدارت تعمليه يعني؟ لا مستمع كويس ده يعني أنت شايفاني أو أنت شايفاني؟ لا طيب بقولك ممكن تكوني متنرفزة وقاعدة في القوضة لوحدك وعملها وانت سرحانة في الحصل مزعقة أو مكلمة لقدامك أو مكلمة نفسك كان المفروض أعمل كذا كان المفروض لما يحصل كذا أرد أقول كذا ده اللي تقصدي؟ لا دي عادية فهاش مشكلة دي حاجة عادية ولا بتبتحي مواضيع مع نفسك؟ دي صحية جدا دي صحية لا أعمل أتكلم في كل حاجة لو موضوع شغلني بعض أخصصه كده لا دي صحية دي ده اسمه تنفيس بصي أنا بتاعد من نفسه فما حدش يقولك أنت جننتي ده تنفيس طبيعي خدت بالك بس ما تقعديش طول حياتك في القوضة بتنفسي تفيني تقصدي؟ ده عند الغضب بس يعني ما تكوني متضايقة ومخنوقة ومش عارفة تتعاملي مع العملك كده أو مع الموقف وأعطي مع نفسك في القوضة بالعكس ممكن تنفسي بالعكس ممكن تمسيكي المخدة وترجينيها كأنها هو مثلاً شكراً ليكي دي خلينا دكتور نرجع لجيهان اللي هي بتقول أن كل حاجة بتبلعها الجوية يعني يتبقى قاعدة واحد مثلاً يغلط فيها أو يحصل حاجة فهي تغضب ولكن تفضل قاعدة سكتها ولما تمشي بقى تقول يا ريتني كنت رضيت أو يا ريتني كنت عملت طيب هو أولاً هقول بس تدريب عشان أنفس مشاعر الغضب لأن مشاعر الغضب لو في الدمكتوب مكبوتة جوة بتعمل أمراض كتير جداً 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 بخيالي أفكر في الموقف وأوصل للنتيجة في خيالي لو وصلت للنتيجة هرتاح ونفست كل مشاعر الغضب لو كان حد مثلاً أزاني أو حد وعلى فكرة هنا مش عايز أتعامل بأخلاقيات دلوقتي أنا عايزة أنفس الغضب وبعدك أتعامل بأخلاقيات لو مديري مثلاً أو حد أعلى مني وأنا حسيت إن أنا لو هزأته أو ضربته هرتاح ضربت ده غلط في الأخلاقيات بس أنا بتكلم عن خيالي دلوقتي أعمله في خيالي عشان أرتاح وبعد كده أبدأ أنب نفسي طبعاً ليه عملت كده؟ طبعاً أنا كان مفيد أعمل كذا وكذا معي المهم بس أنفس الغضب يبقى العقل الوعي يبتدي يفكر معي هو اللي يحكم الموضوع نفس الغضب الأول وبعدك أفكر في المثاليات أو الأخلاقيات تمام؟ بعد كده ممكن أمسك مخدس وانزل فيها ضرب بالشاليت بالبوكسات لغاية ماهدة وانفس الغضب ممكن أسجد وأبدأ أكلم ربنا ودي من أرواع الطرق على فكرة تخيل كده كان ربنا وقتك في حضنه وانتي ساجدة كده أو انت ساجد وعملت اشتكيله يا رب بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا يا رب انصرني يا رب تبدلني أعمل إيه؟ ركز في حد دي أنا هدفي كذا أنا عاوز أحصل على كذا يا رب وصلني لطريقة سهلة توصلني لكذا هترتاح جداً لو فتفضت من غير ما تقول هدف مش هترتاح معايا ممكن هنا أنا أقول آيات قرآنية أو أذكار أو أحاديث ممكن أنا أرقص على ذلك الرأس ودي حتة علمية الرأس اللي فيه هز واستجامد بيريح بس تعمليه وانتي في الأوضة أيوة أفل عليكي وبالنسبة أو بالنسبة للشباب أي حركة رياضية فيها هز نط حبل مثلاً أو رياضة أو ضغط اللي منك لازم تحول ده اسمه علمياً بقى تحويل الطاقة الغضب إلى طاقة حركية فهتتنفس معايا لو كتمت هتتحول لطاقة مرضية لازم تنفسها في أي شكل عشان كده الناس للأسف بينفسوها غلط في التكسير التكسير ده التنفيذ برضو إنه بيحط في عقله اللواعي إنه بيقول كده أنا ما بهداش لما أكسر ماشي ما أنت حولت الطاقة لجواك لطاقة حركية بس في تكسير لا أنت حولت الطاقة حركية بس في ضغط في نط حبل في رأس في أي حاجة في السرير في حاجة في طاقة دعاء هتتنفس في الآخر نفس ونفس بالأشياء الغير أخلاقية في الخيال في الخيال في الخيال أيها عشان تتعرف توصل إليه دكتور أحمد يعني دايما بتنورنا ودايما أفكارك بتخلي الواحد يبتلي يتحرك بشكل أحسن وهذا المطلوب إنه كلنا كبني قدمين مطلوب إنه نحن نقدر نبقى بنقين ولما نطرد الأفكار أو الطاقات السلبية أعتقد موضوع يبقى أحسن كثير إن شاء الله أكيد سيبقى لنا إن شاء الله هنكملها حلقة جايش نتكلم بها زي تبقى هادي إن شاء الله يبقى حلقة جاي من خلايا لا تخضع بنخلايا كفا تهدأ إن شاء الله إن شاء الله نعمل حلقة عن الاتحاد كوهزينا تحتكو لنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله للوقتي هنروح لفاصل نرجع لكم مع الطريق إلى رمضان مع الدعاء الإسلامي شريف شحاة تستمينا